لم تعد صفحات التاريخ تتسع لتوثيق جرائم أسد بحق سوريين طالبوا بأبسط حقوقهم بالحرية والعيش الكريم منذ 2011 وحتى اللحظة في أحدث تحقيق لشبكة سورية لحقوق الإنسان الصادر بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب وثقت شبكة مقتل أكثر من 14500 سوري تحت التعذيب بين أذار 2011 حتى حزيران 2021 متهمة جميع أطراف الصراع المختلفة في سوريا تقرير الشبكة الذي جاء في 60 صفحة اجتمل على كم واسع من حوادث التعذيب وشهادات ناجينا من الاعتقال مؤكدا أن التعذيب كان من أول الانتهاكات التي مورست بحق المتظاهرين السياسيين على خلفية اعتقالهم دون مذكرة قضائية ومنعوا من التواصل مع أهلهم أو حتى توكيل محام يدافع عنهم وأصبح الأغلب منهم في عداد المختفين قسريا وكل واحد من هذه الممارسات تنضوي على شكل أو أكثر من التعذيب وقد يفضي التعذيب إلى الموت ميليشيا أسد وحسب تقرير الشبكة كانت المسؤولة الأولى عن مقتل معظم ضحايا التعذيب بنسبة 98.63% تلتها ميليشيا قسد المسيطرة على شمال شرق سوريا ثم فصائل الجيش الوطني ثم تنظيم داعش مشيرة إلى أن محافظتي درعا وحمص كانت في مقدمة المحافظات التي فقدت أبناءها بسبب التعذيب التحقيق تحدث أن نظام أسد وضع قوانين تسمح له بالتعذيب وتمنع محاسبة المجرمين وتعطي حصانة تامة من الملاحقة القضائية للذين ينفذون أوامره مضيفا أنه لا يمكن أن يعذب عشرات آلاف المعتقلين ويقتل منهم الآلاف دون أوامر مباشرة من رأس الهارم بشار أسد الشبكة السورية وبنهاية تحقيقها أوسط مجلس الأمن والأمم المتحدة بإدانة ممارسات نظام أسد على جرائمه والعمل الجدي وفق كل السبن لإيقافه وإنقاذ عشرات آلاف المعتقلين من الموت مطالبة بفرض عقوبات أممية على الأفراد والكينات المتورطة بعملية التعذيب ذلك المجلس المحكوم بالفيت الروسي الذي يوقف أي قرار يدين نظام أسد ويبقي آلاف المعتقلين تحت ظلم جلاده